السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذكر عبادة عظيمة جدا الشيطان حريص غاية الحرص أن يشغلك عنها لأنه لا يهلك الشيطان إلا ذكرك لله عز وجل وسأعطيك نوعان من الذكر أحدهما يعطيك قوة وطاقة عجيبة سبحان الله الرحمن هذا عندما جاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن الرحى أتعبني وأريد خادم فأتى إليها وزوجها معها وقال ألا أذلكم على خير من خادم أعطاهم ذكر يساعدهم في اليوم الآخر ويجعلهم يتحملون ما لا يتحملون في الأيام العادية ما هو قبل ما ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 بس هذه حافظ عليك كل ليلة ستجد أثرها كل صباح وأيضا لتحفظ صباحك هذا كله ويوم كله الحديث الآخر وهو مهم لا تتركونه أبدا يا إخوة أن تقول في كل صباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير قلها مئة مرة هذه سبحان الله تعطيك مئة حسنة تمسح مئة سيئة كأنك أعتقت عاشر رقاب من بني إسماعيل يعني أحرار وهذا أعظم العطق والرابعة وهي المهمة جدا أنه يكون حرز لك من الشيطان ذلك اليوم قلها سيحميك الله ويعينك الله حافظوا على هذين الذكرين وأبشروا بالخير من الله سبحان الله اشتركوا في القناة